دلوقتي معد موجز الأخبار مع ليندا شكرا شازلي الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية لما لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ ودعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة جاء ذلك خلال اجتماعا مع اللواء أمير سيد أحمد مستشري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وقد طلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على سيد العمل في عدد من المشروعات الانشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة الأكاديمية العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية أعلن التحالف العربي في اليمن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية اعتردت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته قوات الحوثي لاستهداف مدينة جيزان وأضف التحالف أن القوات دمرت التسع طائرات مسيرة مفخخة أطلقت نحو جيزان وخميس شيط والطائف وينبو وظهران الجنوب وأكد التحالف أن الهجمات العدائية لقوات الحوثي تتعمد استهداف الأعيان المدنية والاقتصادية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية أكد الرئيس الفرنسي إيمانوال مكران دعم بلده لأوكرانيا واستعددها لبذل المزيد من الجهود مع شركائها الأوروبيين جاء ذلك خلال تصال هتفي أجرام مكران مع نظيره الأوكراني ضادمي زيلنسكي وذكر قصر الإليزي في بيان أن رئيسين نقشا الاحتمالات الممكنة للخروج من الأزمة أعلنت شرطة إقليم كياب الأوكرانية أن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون في هجوم بقضائف هاو يوم الجمع على بلدة مكاريف وأضافت الشرطة أن الهجوم على المدينة التي تقع على مسافة خمسين كيلو مترا من العاصمة دمر منازل سكنية ومنشآت إدارية وأضاف البيان أن المصابين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج أعلنت الحكومة الأسترالية أنها فرضت حظرا فوريا على صادرات الألومينا وخمات الألومنيوم بما في ذلك البوكسايت إلى روسيا في إطار عقوباتها المستمرة ضد موسكو بالسبب الحرب في أوكرانيا وقالت الحكومة الأسترالية أن روسيا تعتمد على أستراليا في الحصول على ما يقرب من 20% من احتياجاتها من الألومينا مضيفة أن هذه الخطوة ستخد من قدرة روسيا على إنتاج الألومنيوم الذي يعد سلعة تصدير مهمة لموسكو وشدد البيان على أن الحكومة ستعمل مع المصادرين والنقابات العملية التي ستتأثر بالحظر لإيجاد أسواق جديدة وتوسيع الأسواق الحالية أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 1737 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كما سجلت الصين 2316 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض وهي حالات لا تصنفها الصين على أنها إصابات مؤكدة وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 130199 إصابة مؤكدة أما رياضيا فيصدف ريال مدريد الليلة فريق بارشلونا على ملعب سانتياجو برنبو في قمة مواجهات جولة التاسع والعشرين من الدور الإسباني ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة وبفارق عشر نقاط عن إشبالية الوصيف فيما يأتي بارشلونا في المركز الرابع برصيد 51 نقطة نهاية موجزة ثمنة نعود الاستكمال الباقي فقرات صباح خير يا مصر بعد الفاصل